اكد صاحب السموه الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء اكد ان مملكة البحرين تطلع دائما نحو تعاون اكبر مع مملكة ماليزيا في مختلف المجالات انطلاقا من المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يلبي تطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقائي سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم سعادة السيد اجو السليم بن حاج يوسف سفير مملكة ماليزيا لدى مملكة البحرين حيث رحب سموه بسعادة السفير الماليزي بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة متمنيا له التوفيق والنجاح في اداء مهامه مشيدا سموه بالتطور والنماء الذي تشهده ماليزيا باعتبارها احدى الدول الاسيوية التي حققت انجازات كبيرة خاصة على صعيد التنمية الاقتصادية وخلال اللقاء بحث سموه مع سفير الماليزي اخر المستجدات على الصعيدين الاقليمي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه اعرب سعادة السفير الماليزي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الماليزية ودعم التعاون بين البلدين الشقيقين